رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وتفضل الجسر اللي بيبقي بجالس العلم ومجالس النور والوسط لبربنا سبحانه وتعالى الغفور ممدودة ونفضل المتشرفين ومتنورين بأسئلتكم ونبتدي مع أول سؤال النهاردة أستاذ محمود من الشرقية أستاذ محمود أستاذ محمود دكتور عمر ازاي أهلا وسهلا إفن كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك طيب وأهلك وأحبابك كلهم بخير إن شاء الله وسائر الناس الله يبارك لك الله يبارك لك تفضل إفن عندنا مشكلة فيه يعني ابن متزوج ومراته ثابته من سنة فراحت رفعت أضايا بدون أي أسباب خالص ونجري وراهم يا جماعة تعالوا طيب نوعد طيب مش عارف طيب شوفوا أنتوا عاوزين إيه ما بقيوش يردوا علينا يقولوا إحنا في المحكم رحت لوحدة كلمت الأزهر في القاهرة دوني رقم وحدة لم الشامل في الشرقية رحت لهم في الزازين وبصراحة الناس قاموا بالواجب وراحوا كذا مرة وبرضو كانوا رفضين وراحت رفعت طلق للضرر واتطلقت من القاضي طيب أنا من غير ما أدخل في التفاصيل بس هي إيه حيثية تطليق القاضي لها من الضرر حسب ما هي تكلمت وقالت أو شهودها قالت أنه ده ضربها في الشارع تبقى جماعة تعالوا أثبته وإحنا رحنا وقعدنا مع الحكمين ما حضرتك عارف في حكمين في حكمة نورسا بيبقى في حكمين قبل ما يحصل بس يا سيدي خلينا أسأل حضرتك سؤال هي راحت وطلبت الطلاق لأنها تضربت في الشارع طيب آه هي على كلامها بس والله ما حصل إحنا فيها مباركة لا يستحل إحنا بنعملها معاملة زي أولاد إحنا عندنا أولاد زي بنات خلينا أسألك أستاذ محمود يعني البكاء على النبي المسكوب ليس إحنا دلوقتي حضرتك بتسأل أن حاسس أن أنت تظلم أن ابن حضرتك تظلم بأنه هي أخذت حقوقها ولا إحنا بنسأل لأن عايزنا أوجه لها كلمة بأنها ترجع عشان أولادها إيه السؤال بالتحديد هو أنا بتكلم أنه إحنا إحنا لما راحت المحكمة وكده إحنا عاوزين كنا عاوزين هترجع للأسف ده أنهم لما أطلقوا وقال ده مرادكم لغاية دلوقتي نعم وقال ده مرادكم لغاية دلوقتي قال أنتوا عايزين ده لغاية دلوقتي آه والله ما تغيرنا خالص طيب هم بينهم أولاد آه طبعا فيه طفلي بقالوا السنة معاها آه ابن السنة يعني طيب هم جوازوا مستمر كم سنة تلاتة ولا تلات سنين لا 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 ده حوالي سبع تمن شهور يعني بس تعبتنا فيهم جامده وإحنا ما بنحبش يعني نعمل حاجة تنظب ربنا خالص والله لو أنا أنا أكلم حضرتك في حالتين في حالة ما إذا كنتوا أنتوا عايزين ترجعوهم لبعض وفي حالة ما إذا كنت أنت بتسأل طب إحنا ظلمناها طب والدوت يا صحي منها ولا لا أجاوب حضرتك على الحالتين مش ده اللي هو السؤال احنا اتفضل احنا عاوزين نرجعها تاني وتعيش بابنها تربيهي وجوزها أحسن من الفصال طب ده يعلم ربنا احنا بنقول كده وده اللي رايدينه يعني وكويس انت أجلمتني عشان أوجيه لها كلمة اتفضل اتفضل يا سيد محمود الحاجة التانية إن احنا هل احنا ظلمناها بس والله ما في حدا مع عشان كده أجاوب على حضرتك يمكن حضرتك بتسمع من طرف واحد بس أنا بقولك بناء عن الطرفين والله مرضى أستنى وظلمتك في الدنيا هاروح في الأخرى أعمليه أقول لحضرتك يا سيد أنا أولا خليني أبتدي بالسؤال التاني تخيل أنا عايزة أبتدي بالسؤال التاني احنا ظلمناه ولا لا أنا أقول لحضرتك حاجة صعبة أوي إن حدي بعد سبعة شهر جواز يريد طلب الطلاق من غير سبب فخلينا أقول لك حاجة إن إحنا بدل وصلنا للطلاق ووصلنا إلى الإسرار على الطلاق لازم يكون مشكلة سببها الطرفين فإحنا لو عايزين نرجع تاني إحنا مش ينفع نرجع تاني غير بعد ما يقابله حد متخص لإن الفترة اللي حصلت والمشاكل اللي حصلت دي عملت فجوة أنا ما سميها الفجوة الزواجية ما بين الاتنين مش هيقدروا يهبروا البعض بمفردهم لازم حد يعمل لهم جسر وأول أول لابنة في هذا الجسر أو أول حاجة في الجسر ده إن الاتنين لازم يعترفوا إن هم ما كانوش في حالتهم المناسبة عشان يتغيوزوا الخلاف اللي بينهم يعني يا أم اللي اتنين حصل لهم حالة من حالات إن هم كانوا فقدين لمهارات إدارة الخلاف بينهم ممكن ابن حضرتك حتى لو ما ضربش لكن أهان أو عمل أي شيء فيه نوع من أنواع العنف حتى ولو كان العنف ده مش عنف جسدي فإيه اللي حصل فإيه طالع عندها فوبيا من إن حد يقرب منها أو حد يضربها أو حد كده فاعتبرته ضربها أو هو فعلا ضربها وإحنا مش بنقول كده يبقى الحل هو إيه الحل إن اللي اتنين لازم يحصل لهم نوع من أنواع التأهيل لو كنا عايزين نرجعهم مع بعض يعني مش الحل إن احنا نرجعهم مع بعض فزي ما بيقول فترجع ريمة لهادتها القديمة لا إن الله لا يغيروا ما بيقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم عايزين نرجعهم يبقى الاتنين لازم يتأهلوا يتأهلوا يعني إيه إذا ما قدروش ياخدوا دورة تدريبية في إدارة الخلاف والتواصل الرحيم إحنا كان عندنا ندوة في دور الإفتار عملناها وإحنا بنعمل دعم جماعي للأزواج عملنا حاجة اسمها التواصل الرحيم هم محتاجين ليفهموا يعني إيه تواصل الرحيم لأنه واضح إنه هو ده نقطة الخلاف اللي بينهم يبقى حاجة إحنا ظلمناهم ولا لا أنا بقول الأهم من فكرة الظلم إن إحنا مين عايز يشترك في الحل اللي اتنين لازم يشتركوا في الحل طب يرجعوا إمتى؟ قبل ما يرجعوا لازم يحصل لهم تأهيل عشان ده ما يتكررش مرة تانية لإني إذا إحنا خرجنا والولد أو البنت في فترة ما يدركوش ومع إن الأطفال على فكرة حتى وهم أجينا بيدركوا يعني ما نتصورش إن الإبن مش هيدرك ده إحنا محتاجين نجعل البيت ده يلتقم بسرعة ومركز الإرشاد الزواجي يرحب بحضراته يحبهم هما الاتنين لما يكون قررهم إنهم يرجعوا لبعض لإن ده قررهم هما الاتنين مش قرر الأسرتين لازم هما اللي يكونوا مقررين إنهم يرجعوا مع بعض عشان هما ساعتها يقرروا إنهم يخودوا تجربة تغيير بعض السماد في شخصيته معايا الأستاذ معايا الأستاذ أمه رحيم من المنوفية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بقولك يا شيخ أنا عايز أسألك سؤالين اتفضلي دلوقتي يا نجوزي بيشرب بيشرب مية يعني لا بيشرب حشيش سلم يا رب عوز بالله من الشيطان الرجيم هل دلوقتي هو ما بيبطلش اجتمافية وبيعجي اجتمافية فأنا معايا بنات ومعايا عروسة متجوزة فأنا ناعدا نستحمل عشان خاطر عيالي طيب يسأليني سؤالي حاجة مرحيم هل هو دلوقتي لو أنا سيكت ومشيت أنا عامل عشان خاطر عيالي فأنا الحل إيه دلوقتي الحل فيه بينك وبين أن أنت تسيب البيت وتمشي حاجتين لازم حاجتين تعمل يوم حاجة الأولانية أن أنت أولادك عندهم كم سنة عندي واحدة عندها 18 وعندها ده اللي أنت وقعته طيب احنا نعمل إجراءين الإجراء الأولاني أننا لازم نقعد معاه ونقوله ونقف وقفة حسمة أنت الأول توقفي وقفة حسمة بتقول له إحنا مش هنستمر في بيت فيه إدمان البيت ده ما ينفعش أن أولاد ينشأوا في هذا المكان فأحنا مش هينفع الكلام ده فأنت توقفي أول حاجة توجيه وتقول له ده مش هينفع لأنه هو إيه اللي حاصل كثير من الرجال اللي بيوصلوا درجة الإدمان أو درجة إنهم يشربوا مخدرات بهذه الكثرة إيه اللي حاصل المتصورين أهلهم بيقول لهم شوية بعبعة والكلام وبعدين هيسكتوا والأسف المخدرات وخاصة على فكرة عشان بس ما حدش يقول ما عرفش الحشيش فيه إدمان وبدل واحد واصب عليه كده يبقى هو مدمن يبقى إيه اللي حاصل يبقى هذا الإدمان لابد أنه نقبله يعني إيه الشخص الذي اعتمد على المخدر فلازم المخدر ده يطلع من جسمه فلازم هو يحس إن فيه حاجة بتنقص من حياته فإيه اللي حاصل هنواجهه الأول طب والحاجة التانية أنا أترك فيه حاجتين حاجة التانية هننققي أفضل ما خلاص بذلك الأولاد عارفين وهم كبار في السن ومدركين هننققي أقرب ابن من الأبناء ويبتدي يكلمه ويقول له أنا عايز أعيش معاك بس أنا مش هقدر عايش معاك بهذه الطريقة أنا حياتي بتتدمر أنا مش عايز أشوفك كده وإحنا مش هنقدر نشوفك كده لإن إحنا بنحبك فلابد إن أنت تسيب الإدمان ده وبعدين يدخل أولاده يدخل باقي الأولاد ويقولونه نفس الكلام ده إحنا لازم نعمل كده لإن إحنا لو عملناش كده يبقى إحنا ما كناش عوني له انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً قال وعلمنا كيف ننظره منظوماً يا رسول الله فكيف ننصره ظالماً قال أن نرده عن ظلم يبقى أنتوا لازم تحمله الكلام ده معانا الأستاذ أحمد من الأليوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعلا أعبادكم بخير بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك أعداء الله عليكم وعلى صديق العمل وعلى عالم أدمع بالخير واليوم والبراكات يا رب إن شاء الله احترامي وتقديل لفضيلاتكم دكتور عمر الورداني الله يعز أحمد سؤالي لحضراتكم مع حضراتكم أحمد عروج من غرب شبرة الخيمة سؤالي لحضراتكم هل يجوز شرعاً أن تضيف الزوجة بندًا في عقد الزواج ألا يتزوج زوجها من غيرها وقف الشرع في هذا فيه سؤال تاني شكراً جزيلاً لحضراتكم وفضلاتكم وفريق العمل الشرط ده تسموه شرط الخل اللي هي ما يتجوز عليه وفي الحقيقة الشرط ده بيتنزعه حاجتين هل هو بيخالف مقتضى الزواج اللي هو إيه مقتضى الزواج مقتضى الزواج إنه الزوج حر حر يعني إيه إنه ما فيش حاجة تقيد حريته في إنه هو أو تسليبه حق شرعه والله لا أنا شوية ده اللي عليه جمعية رفقها حاجة تانية لا ده يجوز لها إنه هي والشرط ده احنا بكلم في الشرط ده بخصوصه مش في تقسيم الشروط احنا عندنا تلت أقسام في الشروط في شرط موافق لمقتضى العقد في شرط مخالف لمقتضى العقد في شرط زائد عن مقتضى العقد فالشرط ده بعضهم قال ده مخالف لمقتضى العقد معاقد الزواج وبعضهم قال لا ده شرط موافق لمقتضى العقد ده من حقه أو شرط زائد عن مقتضى العقد قالوا إنه هو شرط زائد عن مقتضى العقد ده بحل فيه إيه إذا كان فيه مصدحة للناس إنهما يشترتوا وده مقتضى إطلاق قوله صلى الله عليه وسلم الناس عند شروطهم فإذا هي شرط الده وهو قبل هذا الشرط فنحن نقوم بماذا بستاذة حنابلة بإن هي لها أن تشرت هذا الشرط فإذا شرتت هذا الشرط يكونوا آثما إذا خلف هذا الشرط يبقى إيه الشرط لها أن تشترت هذا لها أن تشترت هذا نعم أم رحيم أم رحمة من القائرة تتفضل نعم السلام عليكم وعليكم السلام ونحمد الله وبركاته حضرتك يا شيخ لو صمحت دلوقتي يا شيخ أنا زوجي عايز يتجوز علي ينفع أننا دعك صلاة إنه هو ما يتجوزش علي ينفع طيب هو دلوقتي أنا عايز رقم حضرتك عشان فيه موضوع ما أنا عايز أكلم حضرتك حضرتك عليك خذ الرقم من الكنترول بس هو ينفع أن أنت تدعي إن ربنا إنه هو ما يتجوزت عليك لأن دوت مفوش أي ضرر ولا في أي حاجة أنت عايزة فقط أن زوجك يكون ليك ويقوم بمسؤوليته ويحتويك ويحافظ على بيته وينفع أصلي صلاة استخارة إن أنا هتجوز علي ولا يتلقني أحسن لي لا أنا مش عايزك تفكري بالطريقة دي فكري بالطريقة إن أنت تحافظ عليه أحسن خلاص طيب والله المرحمة دي سيدتي طيب بس يا سيدة المرحمة بلاش حط نفسك في خيارات دايما الخيارات دي تمزق قلبك وتوجع قلبك خليك يمشي في الإقبال على الله إقبلي على الله سبحانه وتعالى وربنا يغير الأحوال ربنا سبحانه وتعالى كريم خليكي مع الله سبحانه وتعالى وما تحطيش نفسك في أزمة خلي دايما تفكيرك متعلق برحمة ربنا وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك إن شاء الله يفتح عليكم ويدين بينكم المواد الرحمة ويزيل أي وجع عنكم ويخليكم إن شاء الله لبعض ويحفظكم يا رب من كل مكروه وسوء ويجعلك في خير حال أنت وزوجك وأولادك إن شاء الله يا سيدة احنا النهاردة تكلمنا عن دايرة لازم نكسرها مش هيكسرها غير الشخص اللي واثق من نفسه مش هيكسرها غير الشخص النبيل مش هيكسرها غير الشخص الأمين مش هيكسرها غير الشخص اللي بيحب الله ورسوله اكسروا دوائر الانتقام في البيت وما تسمهاش أسماء تلطف الموضوع ما تسمهاش هنانت ما تسمعاش مكيدة للأسف هي اسمها أقبح من كده وهو الانتقام توقفوا عن انتقام من أراد أن يكون في جنة الملك العلام فليترك الانتقام ومن أراد أن يكون في صحبة خير الأنام فليترك الانتقام ربنا الرحيم بيحب الرحمة ورؤوف بيحب الرأفة وكريم سبحانه وتعالى بيحب مكارم الأخلاق خليكم دايما المتمسكين بمكارم الأخلاق ومحدش أبدا لا هينقص من كرمته بل عايزيد من مكانته ومقامه عند الكريم سبحانه وتعالى فما أكرم إلا كريم وما أهان إلا لئيم يا رب جعلنا دايما من أهل الكرم عشان ندخل عليك من باب الكرم في أشهر الكرم يا كريم يا ودود يا رب العالمين